النهاردة بنحتفل بالذكرى 33 لرفع العلم المصري على آخر قطعة كانت محتلة من أرض سينة الحمد لله استردنا هذه القطعة وقطعة غالية علينا كلنا أرض طابة بعد معركة دبلوماسية قوية جدا خاضتها مصر خلال تلك الفترة لاسترداد هذه الأرض الفريق فريق المفاوض المصري كان بيعمل بكل جهد وبكل طاقة لاسترداد هذه القطعة الغالية من أرض مصر كان بيعمل بشكل علمي وتكاملي من أجل تحقيق هذا النصر لأنه نصر دبلوماسي وكان نصر مهم جدا فتحية لكل الفريق اللي شارك في عملية التفاوض لاسترداد أرض طابة وإن احنا نكون موجودين النهاردة بنحتفل مع حضراتكم ولي بنحتفل بيها كل سنة ذكرى رفع العلم المصري على طابة في 19 مارس من عام 89 منه صحيح جزلي مظبوط احنا في صباح الخير والتاني مرة موجودين في ساحة رفع العلم بنتكلم عن نجاح مصر في خوض معركتين وفي الفوز في معركتين المعركة العسكرية بعد ما استردنا أرضنا في السادس من أكتوبر والمعركة القانونية والديبلوماسية اللي قدرنا فيها أن احنا ناخد آخر شبر من أرضنا مصر ما بتسيبش أرضها ولا بتسيب زر التراب واحدة من رملها وعشان كده شفنا قد إيه القانونيين والديبلوماسيين خادوا معركة ضارية شهد لها العالم كله بالنجاح بعد ما اتكلل النجاح ده بالحكم باسترداد طابة احنا بس ما توقفناش عند الاسترداد الدولة المصرية لا تتوقف عن التنمية خصوصا في أرض طابة لسه ممكن نكون بنتكلم عن أجدد الاستثمارات يمكن مضخوخ أكتر من 2 مليار جنيه استثمارات في جنوب سيناء نقدر نقول أن في محطة تحلية مية البحر بتكلفة 350 مليون جنيه ووضع كمان حجر أساس لعدد 120 بيت بدوي جديد لأهالينا هنا معمول بطريقتهم وعلى طرازهم ومناسب لحياتهم يا شهد بكل تأكيد يا منا والحقيقة أنه الاهتمام بالمواطن هنا في طابة كان اهتمام بكل الفئات يعني زي ما انت قلت وضعنا حجر الأساس لعمل محطة لتحلية مياه البحر بالإضافة إلى إنشاء 120 بيت بدوي ضمن مبادرة حياة كريمة فيه اهتمام كبير جدا بالشباب وفيه دعم كبير جدا من المحافظة للشباب بشكل عام في طابة دعم المرأة في طابة وإحنا يمكن شوفنا وتابعنا مبارح الاحتفالية اللي عملها سياتة الليوة خالد فودة في الاحتفال وكان فيه ضيوف مصر مشاركين وشوفنا قد إيه دعمه للمواهب اللي موجودة هنا من الأطفال الصغيرين يا منا شوفنا عروض فنية جميلة جدا من الأطفال الصغيرين فإحنا النهاردة موجودين مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر من هنا من ساحة رفع العلم في طابة عشان نحتفل مع حضراتكم بالذكرى الثلاثة وثلاثين لرفع العلم وهيكون معانا تفاصيل كتير جدا في الحلقة هنتكلم عن المشروعات اللي اتعاملت في طابة خلال الفترة اللي فات هنتكلم عن دعم المحافظة كمان لأبناء المدينة وكل اللي حصل في طابة في ذكرى الاحتفال بذكرى الثلاثة وثلاثين لرفع العلم المصري على طابة 19 مارس 89 دمتم فخورين بنفسكم دمتم منتصرين بنصبح عليكم صواح الخير يا مصر